ازاي يوكو عاملين ايه؟ طبعا انا كده قلتلكو جزء من الحاجات اللي نتكلم فيها يعني احنا زي يوم كل يوم اتنين من كل اسبوع بيبقى فيه معانا مولانا فضيلة الدكتور الشيخ احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر ده طبعا والنهار ده كمان هنتكلم اكتر على موسيقى مسلسل جودر وطبعا زي ما انتوا عارفين انه حكاية او حدوتة جودر هي واحدة من مئات الحواديث اللي موجودة جوه كتاب الف يلة وليلة الكتاب بتاع الف يلة وليلة ده بالمناسبة كتاب مذهل يعني انا مش عارف هل الاجيال الجديدة قريته ولا لأ بس من ضمن الحاجات اللي حلوة جدا بالنسبالي هي عودة الف يلة وليلة تاني للشاشة المصرية وللدراما المصرية ومن ثم الى الدراما العربية مرة اخرى فده بالنسبالي شيء جميل ورائع وانتكلم فيها بعد شوية حتى كنت بتفق انا وصديقي وزميل عزيز الدكتور محمد فتح يونس ان احنا لازم انا وهو هنقعد كنا بتناقش في الف يلة وليلة بمنتهى العمق فقط روحنا لازم نعمل بودكاست انا وانت بجد مش هزهر على الف يلة وليلة لان احنا عادنا نفنت في مشاهد كتير جدا في الحواديث بتاعت الف يلة وليلة لكن انا عايز احكيلكو على حدوتة حلوة حدوتة انا في رأيي هي بدأة من اكتر من مئة سنة حدوتة مصر وفلسطين حدوتة انعكست انما تعكس مش حجم العلاقة في الوقت ده يمكن ما كانش فيه دولة اسمها فلسطين لكن فيه شعب اسمه الشعب الفلسطيني وده اللي بيعكس هنا الترابط الانساني الترابط الاجتماعي الترابط ما بين شعوب المنطقتين دولة اسمها مصر وشعب عظيم اسمه الشعب الفلسطيني الذي يقاوم ويناضل ويجاهد لاجل حياته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره بقاله تقريبا مئة سنة مش من سنة التمانية واربعين لكن بقاله تقريبا مئة سنة الحدوتة دي يمكن لها فصول كتير فيه فصل عظيم جدا بدأ من انه ازاي مصر حربت هذا الكيام الصهيوني والمعتدي والمحتل في تمانية واربعين مصر عانت من العدوان السلاسي في ستة وخمسين ودخل ساعتها الكيام الصهيوني بالتعاون وقتها انا زاكي يعني مع فرنسا وانجلترا في العدوان السلاسي على مصر ستة وخمسين بذريعة تأميم قناة السويس فراحت دخل طبعا اسرائيل كما جرت العادة وبريطانيا الحقيقة كما جرت العادة لتقويض الدولة المصرية وهدم حلم عظيم كان بيبدأ في الف وتسعمية وخمسين ومصر دفعت تمان ثالث في سبعة وستين واستمرت الحرب في حرب الاستنزاف من سبعة وستين لحد تلاتة وسبعين الى هذا النصر المؤذر في ستة اكتوبر عام الف وتسعمية تلاتة وسبعين فضلة المعارك المصرية بالمناسبة مستمرة في مواجهة هذا العدو يعني لا تنسى المعارك الدبلوماسية والقضائية بشأن طابة على سبيل المثال والمعارك المفاوضات اللي اتعاملت في تسعة وسبعين علشان مسألة كان بديفيد واتفاق السلام هل الشعب المصري اراد التطبيع لا لم يريد التطبيع على الاطلاق وما طبعش لحد هذه اللحظة بس مش ده موضوعنا لكن انا بوريلك فصول كتير من هذه الحكاية لانسيت اقولك ان كان فيه فصل عظيم لهذه الحكاية وازاي مصر تبنت المقاومة بدءا من الاعلان عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 ده مثلا على سبيل المثال مصر فضلت داعمة دائما للمقاومة الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني حدوتت النهاردة مش بس الاسقاط الجوي او المظلي للمساعدات المصرية بمشاركة الامارات على قطاع غزة لكن حدوتت النهاردة انه الماء اهم شيء للحياة بقى احنا يا سيدي عايزين ندخل الميا للفلسطينيين قدر الاستطاعة فكنا بنعدي قوافل المساعدات بتاعتنا عبر المعبر وبدأ العدو والكيان الصهيوني يقفل المعبر قدامنا ويتلكك ويبوز الحمولات ويدرب على الطريق علشان خاطر الشاحنات بتاعتنا متعديش وبدأ يمارس كمان وحشيته تجاه الهلال الاحمر الفلسطيني على الارض المحتلة وما الى ذلك بس مصر لم تتوقف ساعة واحدة عن مساعدة الشعب الفلسطيني فاخدنا قرار في ان احنا هنطلع طلاعات جوية تسقط هذه المساعدات على مناطق متفرقة في غزة عبر الطائرات المصرية طائرات القوات المسلحة المصرية طائرات الجيش المصري وبدأنا النهاردة احنا عايز اوصل مية تفضل حضرتك دي صورة الطيارة اللي بتنزل الاسقاط الجوي او اللي بتعمل عملية الاسقاط الجوي للمساعدات المصرية والحقيقة ايضا بالتعاون مع صديقتنا شقيقتنا الامارات العربية المتحدة اي مصر المصر مصر الامارات على السندوق كده لازم المية توصل يعني مبارح واحنا بنتكلم بكنا بنتكلم على الوضع الصعب جدا حتى في مية الشرب مصر بدأت عملية الضخ الكامل للمية المية المية الحلوة مية الشرب لأهلينا في قطاع غزة محطات التحلية في رفح المصرية واللي اقيمت بالتعاون ما بين مصر والامارات العربية المتحدة ومد خط انابيب من موقع هذه المحطات في رفح المصرية بطول تقريبا 900 متر وده بالتنسيق مع مصلحة المية الفلسطينية تاني بالتنسيق مع مصلحة المية الفلسطينية في رفح فلسطين نجحنا في ضخ هذه المية الى داخل القطاع المية دخلت لقطاع غزة فلسطينة المحتلة في توقيت بيعاني منه مئات الالاف اتنين مليون ونص فلسطيني بيعاني ابسط حق الينا الهوى والمية الهوى لوسوه لوسوه بالقصف ولوسوه بالفصفور الابيض ولوسوه بالغبار ناتج عن ضرب قطاع غزة المية مش عاوزين يدخلوها الاهلينة طب هنعمل ايه قلنا لا احنا لازم هنشغل محطات المية بتاعتنا وبالتعاون مع دولة الامارات عملنا محطات مية مخصوص نوصل بيها المية الاهلينة في فلسطين في قطاع غزة طيب الخط ده هيقوم بتزويد ملاكز الايواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مية الشرب من الناحية التانية اهلينة في غزة الحقيقة هم اللي مشكورين بيشكروا مصر مشكورين ويشكرون مصر بيأكدوا على الدور المصري الكبير في تخفيف المعاناة زاكي ابو سليمة وهو واحد من اهلينة من سكان غزة قال المية اللي جيالنا دلوقتي لهذا القطاع اللي دمروا العدو الصهيوني مية جيالنا من مشروع لتحلية المية في مصر كلامه هو اللي بيقول مية مصر طعمها زي السكر اسابيع طويلة شهور دخلين في الشهر السادسة هون ست شهور من القسف والحصار الصهيوني على كل سكان هذا القطاع ناس كتير اصبحت في هذا القطاع مضطرة كانت تشرب مياه غير نظيفة على الاطلاق لا تصلح للاستخدام الله اعلم باهلين اللي موجودين هناك حالتهم عاملة ازاي هم بيشكرون ان احنا بعطنا المية واحنا بنشكر ربنا انه اهلنا ان احنا نقدر نوصلهم المية ونوصلهم المساعدات احنا كمان بنشكر ربنا ان احنا عندنا قيادة وارادة سياسية وطنية حقيقية مصرة على انها تنصف هذا الشعب وتدي له حق الكامل في تقرير المصير وتناضل لاجله كتفا بكتف وجنبا بجنب احنا هنفضل وقفين مش في ظهر الفلسطينيين لكن جنب الفلسطينيين في كل خطوة وفي كل لحظة حتى يصبح لدينا دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية خلونا نروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة على هذه الارض ما يستحق الحياة على هذه الارض سيدة الارض ام البدايات ام النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم نسينا تلفط القلب شدوا بعادكم يا هل فلسطين شدوا بعادكم ما وداعاتكم رحلة فلسطين وتركنا فيك خير ما فينا شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيراً اهلاً 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 نقشة حالاً دلوقتي واحنا بنشوف زي فلر عن ارض فلسطين وعن معاناة الشعب بالفلسطين وطبعاً هو كان بصوت محمود درويش زي ما انتم عارفين واحدة من اروع الكلمات اللي كتبها عن فلسطين وانا اصلي عندي ارتباط كده بمحمود درويش زي زي كل الجيل بتاعي بالمناسبة اه والجيل الاكبر مننا في بعضه بعضه كانوا من اصدقاء درويش انا قابلته مرة واحدة بس لكن هو كان صديق لابوي يا الله يرحمه وكتب عنه كان جملة لطيفة يعني مش عارف اقولها ولا لا بس يعني اه فعندي ارتباط بدرويش كنا حتى بمتناقش انا وزملائي بيقولي دايما لما بنيجي نتكلم عن فلسطين او نعمل فلرز عن فلسطين او اي حاجة لازم يبقى فيها بمحمود درويش فقلتلو يا جماعة هو ما ينفعش غير محمود درويش يعني لا يصح الكلام عن فلسطين الا بمحمود درويش ليه لأسباب عديدة جدا مرتبطة بالظروف اللي توالد فيها درويش ونشقته اه وهو بيكبر بينشأ بيترعرع بيخرج من الارض وبيرجع تاني وهكذا وجوده في فتحه وفي منظمة التحرير علاقته بالكبار زي ابو جهاد ابو اياد فاروق قدومي ابو عمار ياسر عرفاط طبعا احنا نتكلم على الجيل الزهبي بالمناسبة للمقاومة تركيب الدرويش اللي هي الحالمة ما بين الحالم والمناضل والمجاهد والمحب والعاشق وكل حاجة والواقعي والراجل الذي اجاد استخدام الكلمات كيفما لم يجدها اي احد لا قبله ولا بعده محمود درويش فيلسوف قبل ما يبقى قبل ما يبقى شاعر يعني طيب يمكن كلام كده بيجيب بعضه زي ما بيتقال انا انا الجماعة بسمع محمود درويش في العربية يعني اكتر من كده اي انا مهوس يعني طيب خلينا بقى نروح لحاجة لطيفة جدا 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 الحكومة النهاردة اعلنت انها بتبدأ الاجراءات التنفيذية لطرح ادارة وتشغيل المطارات عن طريق شركات القطاع الخاصة طبعا فيه لازم واحد دلوقتي هيتخض هتبيعوا المطارات بالضبط كذلك هتبيعوا المواني لا يا ابني يا حبيبي ما بنبيعش المطارات وما بنبيعش المواني ده واحد اتنين مفيش حاجة اسمها مطار بيتباع لانه مفيش حد بيشيل المطار على ظهره وياخده وياخده ويركب الراحلة ويذهب الى دولة اخرى او هياخد المطار على ظهره وينزل بالغواصة ويذهب الى مكان اخر بش حاجة اسمها كده بش حد بيبيع مطار بش حد بيبيع مينة ما حصلتش في الدنيا بتيه حاجة اسمها حقوق الاستغلال والادارة علشان بس ازيدك من الشعر ابيات انا ممكن اتكررلك قايمة من مية في انجلترا وفي امريكا وفي فرنسا وفي المانيا وفي اسبانيا وفي النمسا وفي السويد كل دي مطارات اللي حضرتك اذا كنت من سعادة الحظ اللي ربنا اسعدهم ببعثة بفصحة بقرشين ايا كان وزورت ايا مطار من دول ايا فندم المطارات دي كلها حضرتك بتدار عن طريق شركات ده من الاخر بس خلونا نعرف التفاصيل من سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء اهلا بيك يا فندم اهلا بيك يا فندم المقدمة اللي انا قلتها دي تمشي ولا ما تمشيش اكيد يا فندم الغرض هو الدولة بتحرص على حسن ادارة اصولها وزيادة كفايتها يعني تحسين الخدمة المقدمة للمسافرين والسائحين من هذا المنطلق الدولة قررت انها في اطار دعم دور القطاع الخاص وتحسين الخدمة انها تقوم خلال المرحلة المقبلة باختيار استشاري عالمي لدراسة ووضع رؤية وخطة لطرح المطارات للقطاع الخاص بحيث ان القطاع الخاص يتولى تشغيل وادارة المطارات كما ذكرت حضرتك وطبعا جزء اساسي من هذا الامر بخلاف طبعا تحسين الخدمة كما ذكرت هو العمل على استعاب الزيادة التي تسعى الدولة المصرية لاستقبالها مستقبلا سواء من المسافرين او خطة السائحين لانه زيادة استقبال السائحين واستقبال ملايين السائحين يتطلب بطبيعة الامر استعداد المطارات وتحسين مستوى الخدمة التي تمثل يعني المطارات هي وجهة مصر او وجهة مصر فبالتالي لابد من تحسين الخدمة فيها المطارات طيب ده كلام جميل جدا سبت المستشار كرجل جاء من المؤسسة الدبلوماسية المصرية العظيمة والعريقة يعني شفت بلاد وعواصم ومدن قد كده وكأيضا متحدثا باسم الحكومة المصرية باسم مجلس الوزراء هل هذا اجراء متعارف عليه في الدنيا ولا احنا اخترعناه؟ اطلاقا يا فندم يعني كما ذكرت حدقك هو العديد من الدول الكبرى تتبع نفس النمط من الادارة والتشغيل القطاع الخاص يتولى ادارة وتشغيل المطارات وفقا لضواب التضاعها الدولة والهدف كما ذكرناه هو حسن تحسين الخدمة وهذا الامر مطبق في العديد من الدول الكبرى بل انا بإمكاني ان اقول لحضرتك انه هناك بالفعل دول عربية شقيقة تطبق هذا الامر منذ سنوات صحيح فبالتالي مصر لم تبتدع هذا الامر وهذا الامر هو مطبق لا يوجد اطلاقا بيع للمطارات وانما هو مجرد تشغيل وادارة المطارات من قبل شركات من القطاع الخاص لديها الخبرى والكفاءة في مثل هذه الامر عظيم جدا اشكرك جدا سادة المستشار كل الشكر ليك وان شاء الله بالتوفيق كل التوفيق سادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء طيب انا ليه تعمدت ان انا في البداية اقول لسادة المستشار تمشي ولا ما تمشيش يمكن اكون قلت كلام مش مفهوم او كلام مش واقعي او خارج السياق تعال ناخدها واحدة واحدة عشان حضرتك برضو حقك علي انا لازم افهمك شغلتي احنا اتفقنا وحدتك بالمناسبة تليفون الجميل اللي معاك في ايدك ده ليه فوائد كتير جدا 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 غير الجيمز والتيك توك وواتساب من ضمن فوائده انه هو كونكتد موصول على الشبكة العنكابوتية الانترنت تاك تاك تقدر تكتب كده مثلا انا مش هقول اسماء مطارات تقول مثلا ايه اهم عشر مطارات تدرهم شركات استثمارية هتتخض من الاسماء اهم مطارات عربية تدرها شركات استثمارية اهم مطارات في اوروبا اهم مطارات في امريكا الشمالية اهم مطارات في جنوب شرق اسيا حلو رائد لازم هنا هيجي على حضرتك سؤال اكيد هتسأل هتيجي تقول لي يوسف يعني هي الموضوع ده يكسب اقول لك بالتأكيد لانه في النهاية تشغيل المطار اصبح هنا مهمة مين مهمة الشركة اللي هتشتغل عليه يبقى الرواتب دي على الناس دولة على الشركة بس كده لأ طيب تطوير المطار تطويره بمعنى كلمة تطويره الكامل يعني احنا فيه عندنا مطارات حديثة جدا شيء جدا زي الفل ميت فل واربعتاشر ممكن تبقى محتاجة ما يطلق عليه باللغة الانجليزية الفاين تيونيج او الضبط الدقيق او بعض اللمسات مثلا طب في الحالة دي ايه اللي هيحصل الشركة اللي هتنزل لهذا المطارات وبالمناسبة هي مش كل المطارات مع بعضها فنفس دات الشرك انت بتعمل زي المزايدة وبتتلقى عروض وبالمناسبة احنا حطين شروط مش بس الفلوس عشان برضو تبقى فاهم ونجايلك فيها يعني فبنقول ايه بنقول والله يا جماعة طيب انتو هتدروه انتو هتصرفوا على التطوير بتاعه وهبقى نتكلم على الشروط بعد شوية طيب والله هنفترض انه الشركة دي جاية تدير عشر خمستاشر خمسة وعشرين سنة هل نحن في احتياج لذلك اقولك الساح اللي جايلي من برا هو في احتياج لذلك اكتر مني ساح اللي جاي من برا عاوز طريقة مختلفة في تقديم الخدمة عن اللي بيقدمها الموظف بتاعي اللي هو انا انا اعتبرني الموظف اللي هو قف في المطار هو عاوز واحد مدرب بشكل افضل من يوسف هو عاوز واحد هيتعامل معاه بطريقة مختلفة تماما عن طريقة يوسف هو عاوز يشوف مثلا اقولك على حاجة مثلا مثلا يعني في مطار هيثرو اللي هو في المملكة المتحدة حضرتك عندك في الجزء بتاع المطار بتاع البيزنس اللي هو بتاع الناس اللي علوي دول والفيرست كلاس وبتاع لو دخلت في الحتة السكشن بتاع البيزنس ده فالمطار بتخش جوه اولا طبعا غير بقى ان فيها اكل ومشروبات 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 وسوشي وحاجات جميلة جدا اه اسعدني الحظ مرتين ان انا ولا مرة مرتين 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 ان انا دخلت بيزنس يعني فانبسطت اول وقلوش على حسابي بصراحة المهم يعني كنت معزوم فالمهم معزوم في شغل يا كنت راح اشتغل في اصحاب الشغل ركبوني بيزنس فكنت سعيد قوي المهم يعني لنا بزافر انا بطلع ايكونومي عام اللي فدخلت بقى ايه قلت عايز بقى ايه ادخل قبل منزل بقى ايه لسه كنت هطلع من المطار اروح على الشغل على طول شغل دايركت قلت لقى انا ازم افرش بقى فروحت داخل على التوائلات انا بقى طبعا فجئت بقى انا ادخل ايه اطص عشي بشوقت مية يعني بوش مدديل يا عمر انت دخلت بتاع البزنس بتاع هيترو ولا لا اعمور اه انت غالبان زي لابن كنت راح شغل يا عمورة دخلت يا مولانا يا لهوتي على دا تولدت دا يخض يا عام اولا حضرتك بتدخل واي حد سافر هناك بزنس يعني عارف حضرتك بتدخل فبتروح دايس على الزرار يروح نزلك منه بتاع بلاستيك فيها موس حلاقة ومعجون حلاقة وفرشة سنان ومعجون سنان دا مبدئيا اه على رأيي عمر زكريا مخرجي وابو المواز وعمر صاحبي اكتر من المخرج بتاعنا يقول يخدني معاك يا سي جوني بالزبط كده اعني لو انت لازم نشوف شغل في لندن يعزمونا ونرجع تاني بلدنا اولا بينا المهم فده مبدئيا دا لو انت ناوي تعمل زي حضرتك كده تطص روشك بشوات مية وتحلق دقنك وتغسل سنانك وتبقى ينسان فرش خلاص لا مش خلاص افرط حضرتك عايز تاخد دوش انا مكنتش عامل حسابي على الموضوع انا مش عارف بقى فلاقيت مكان حضرتك تقدر تاخد فيه دوش وبعدين طب يعني انت تضطر بقى تاخد شونتك وتفتح الشونت لا 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 في حضرتك زرار بتدوس عليه بيروح باو مفتوح لك طاقة كده تروح من الزلالك بشكير وفوطة وبتاع اصغانطاتة فيها شامبو وبتاع اصغانطاتة فيها كونديشنر وبتاع صغيرة فيها البتاع اللي هو الصابون السائل ده خلاص وتاخد دوش بتاعك وميت فل ولو حضرتك كان مثلا معاك بدلة اللي بتاخدها تعلقها دي جوه الطيارة تروح لبس بدلتك انت برينس السؤال فيه نوع من السائحين عايز ده وهو جاي مصر اكيد طيب انا عندي ده في مصر دلوقتي لا مش هقولك مش اكيد لا انا محتاج ناس تخش تعملي ده تخش تزبط ده تخش تزبط الهايجين بتاع الاماكن يعني النظافة الفائقة بتاعت هذه الاماكن طيب هياخدوه 10 سنين 15 سن 25 سن في من ضمن الشروط علشان تبقى فاهم كل اللي هو هيعمله ايا كان كلفه تريليون ديشليون يورو مليش فيه انا هستلم علبيكو يعني ايه يعني بعد العشر سنين ولا الخمستاشر ولا العشرين ايا كان انا هستلم علبيكو بعد 20 سنة هستلم علبيكو يعني هستلم علبيكو يعني هستلم الحاجة كأنها لسه جديدة مش باستلم الحاجة متهالكة مش باستلم الحاجة كهن ديشروط اي شيء بقى متعلق بالتأمين والسيادة وكل ده مع الدولة ده لمساس بيه ومش مطروح اصلا وفيش حد يفكر في القصة دي دي عشان بس تبقى فاهم يعني ايه حقوق ادارة المطارات تدخل فلوس كتير اه تدخل فلوس كتير تدخل فلوس اكتر نتيجة انه السائح عندي بييجي يلاقي خدمات حلوة ويلقي نظام احلى ويلقي معطرات في الجو ويلقي كل حاجة بتشفه وبترف ويلقي ناس بتشيله من على الارض شيل ويلقي خدمات متعددة الراجل الايكانومي الغالبان اللي زي حالتي وحالتك والرجل البيزنس والرجل الفيرست كلاس والرجل اللي مش عارف ايه كله يبقى موجود في مطاراتنا المصرية العظيمة مصر وجهة سياحية عالمية وبالتالي لازم مطاراتها تبقى على نفس ذات المستوى يا سلام سلم لما تدخل هذه الاموال بشكل مباشر والاموال اللي بشكل غير مباشر اللي احنا كلنا بدونا انتحاكي مش لسا حكيلك على مطار هترو دي حدوطة بتجيب سياح تفكر حكاية سهلة حكاية حقيقية اهم واكبر واعمق من كده بكتير فما تخليش العيال الحسالة بتاعت الاخوان المسلمين تحت الظرف من الظروف السلاسي الوقح لن اصفهم باي مواصفات غير منهم السلاسي الوقح المقيم في لندن يكلولك في دماغك لانه الخبر ده هينزل خلاص كده هتلاقي العيال السلاسي الوقح الوقت الله الوقت محمد ناصر ده عمل زي عارف الوجب اللي بلبس نظارة كان بتاع اللي بنشتري المسك بتاعه بتاع السيرك تلاقي نظارة مناخير كبيرة كده ده محمد ناصر فالمهم بها ايه هيعودوا يهرسوا لك في دماغك بيبيعوا المطأ كالزاب هيضيعوا اين السيادة المصري كالزاب انا شرحتها لك منطق طق لسلام عليكم تعالنا نروح بقى على العربيات وجو العربيات تجار العربيات ادهم تقيلة علينا لحد دلوقت اه تعالنا نحسبها تقادي بقى ايه واحدة واحدة اعلى سعر وصلت له العملة التي يستوردون بها السيارات هنفترض من اوروبا الا وهي اليورو اعلى سعر وصلت له في تسعير العربيات سبعين خمسة وسبعين صح سيبك من الخمسة وسبعين قول سبعين النهاردة يا مولانا اليوروب كام بكام تلاتة واربعين ونص اربعة واربعين اه صح طيب خمسة واربعين يبقى الانخفاض اللي حصل من سبعين لخمسة واربعين يعمله كام سبعين ناقص خمسة واربعين يساوي خمسة وعشرين جنيه صح كده طيب اقسمها على الاصل اللي هو السبعين يعني كام خمسة وثلاثين في المية وسبعة من عشر خمسة وثلاثين في المية ده معناه انه سعر العربيات ينزل الخمسة وثلاثين في المية صح ولا انا غلطان الحزبة تتقل كده طبعا تجار العربيات يقولك لا احنا كنا مستوردين هغالي كذاب كنتم كنتم ببيع عربيات موديل تلاتة وعشرين كذاب كل طب في بعضنا بيبيع عربيات موديل 24 جبتها في شهر كام جبتها في اكتوبر وفي نوفمبر يعني بنفس ذات السعر ده بتاع اليورو في اللحظة اللي انا وانت بنتكلم فيها جبتها من اوروبا اصطيراد مباشر وبتباعها لصالح الغير او بتباعها لصالحك بعد ما عملت عقد مبايعا كده على الارض باللاقيه باللطافة اديت الراجل اللي عمل الاستراد الشخصي ارشان على كبوتها العربية وميت فل وانت ببيعه وبتظبط نفسك وبتظبط حياتك وتجار العربيات عارفين كده نزلت بالسعر لا ما احنا بننزل اوه كان بقى عشر في المية خمستاشر في المية طيب هده حقق اكتر تجار العربيات ديرين على كل المنصات تيك توك فيسبوك انستجرام يقولوا نفس ذات الرسالة على فكرة يا جماعة الاسعار نزلت الحقوا اشتروا قبل ما تغلى تاني وهتغلى تاني ليه بسلامتك يعني هتغلى تاني ليه ايه اللي حصل عشان تغلى تاني طب ده هي المفروض بترخص علشان يا جماعة ده البنك المركزي نفسه اعلى بحد الصناعات نفسه اعلى قال خلاص البنك بدأ في تدبير العملة كل سنة وتطيبين يا جماعة الافراج عن كل البضائع اللي موجودة في الجماريك الاولوية للمواد الغذائية والادوية المواد الدوائية بس بدأ في تدبير العملة وايه بقى يا حبيبي اللي هيخليها تغلى تاني طيب تجارة العرباء بيشتغلوكو وبيقولك ايه هاشتري دلوقتي علشان يحاول قدر الامكان مش يقل الخسائر يحتفظ باكبر قدر ممكن من المكاسب في ظل انه هو عارف انه مرغب انه هيخفض اكتر من كده لازم ينزل ال 35% وما تشتريش غير لما تلاقى العرباء نزلت 35% لما تبقى تنزل 35% ابقى ساعتها فكر فكر وممكن تنزل اكتر من كده كمان ابقى ساعتها فكر بتستسلمش ازيدك من الشعر بيت الجمعة اللي فاتت تجار عربيات او مستخدمين عاديين زي حالاتنا كلنا سوق العربيات اللي على طريق العين السخنة كان مبدور عربيات للبيع كله رايح يبيع اللي عنده ليه لانه السوق طبعا ده بيبقى سوق مستعمل في اغلبه عامل كده فكل اللي عنده عربية بيبلغ فرار رايح يبيع عشان ياخد فلوسها وبعدين هيتقل هو على الفلوس سعر الزيرو ينزل يجيب عربية زيرو بسعر عربيته المستعملة حد عنده كلام تاني نسمع وجهات نظرك سادت اللي هو عبدالسلام عبدالجواض عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم زيرو عمل إيه كله تمام؟ كله زير فل يا حسن إمتى فندم سعر العربية ينزل بنفس معدل نزول سعر العملة الصعبة؟ بس حضرك بالنسبة للسيارات طبعا في الفترة اللي فاتت عرض وطلب وكان المعروض قليل يعني النفس العربية المعروض كان قليل وكان زي ما انت بتقول الدول كان وصل لسبعين والخمسة والستين فطبعا كانت العربيات غالية النهاردة بعد الحمد لله لما الدولار بنزل وقبل حضراتك طبعا انت عارف طبعا ان العربية عشان تيجي من برة بتاخد وقت يعني بتاخد لها من شهر اللي مفيه تلات شهور خمسة واربعين يوم خمسة واربعين يوم احنا مكملناش خمسة واربعين يوم احنا لسه احنا لسه في الاول ولكن رغم هذا رغم فلسفا رغم كده ان العربيات النهاردة نزل بالكامل نزل بالكامل في العربيات يعني كان في عربات بتاعها مسمائة وستمائة والعبات الكبيرة كتوصل لمليون النهاردة كل نزل مش كله يا فن aqui لا 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 يا فن بحوالي 8 ايه انا هذكر انا بكلمك انا بطل غرفة التجارية وعارف بقولك ايه وعارف ايه عارف ايه عارف الانتنيا على عيني وعلى راسي بس انا نزلت المعارض انا نزلت المعارض شفت وسألت على الاسعار لسه الاسعار في الثمن لا مفيش في عرض وطلب في ايه بقى انه لسه البضاعة قليلة في 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 المعارض البضاعة لسه قليلة مش كتير الزيرو بالذات لكن عليك المستعمل طبعا في واحد معها عربية مستعملة عايز يباحها دي حاجة بترجع لهو بقى دي ده سوق تاني بتاع سوق المستعمل انا بكلم حذلك في السوق اللي هو الوكلة وبكلم حذلك على اه طبعا مفيش حد نهضة يعني انا بقى فترة طويلة ما عندي لاش فتح اعتمادات مستندية للسيارات لغاية اه بقى انا سنة او اكتر من سنة مانا ازيك سنتين مفيش اعتمادات مستندية يعني بيدخلوا العربيات باعداد صغيرة جدا الوكلة فعملها صعبة والتجار واخد نهاية اللي كانت بتحلوهم اتلاك مستندية عن نموذج اربعة ويدخلوا عربات وبانك يوفر لهم عبد السلام بيه حضرتك عارف انه السوق اتبضر تجار من بتوع اول المبارح شوية عيال زغيرة اتبضر تجار دول يا فندم اللي هي اتفتحت لهم بسبب اتفاهم حالك طبعا الموضوع اللي هو الجمال اللي عاملين في الخارج وفادي كان سبوبة كوية من قبلها ومن قبلها فندم حضرتك عارف السوق اتبضر عيال زغيرة بقوا منتشارين زي البلي كل واحد فيهم مأجر لدور ارضي في عمارة وقلبها معرض بيعمل ايه بيجي ليوسف يقوله نعمل استيراد شخصي يوسف مش عاوز العربية بص هنعمل بس الاستيراد الشخصي وانا واخدها منك فالعقل بتلوح حط عندها ست سبع عربيات من يوسف ومن ملاح ومن عمر ومن زيد ومن عبيد بقى عنده عربيات زيرو موديل تلاتة وعشرين واربعة وعشرين من غير اعتمادات ولا بتاع وبيشتغلوا كانوا مع السوق السوداء وهما السبب في السوق السوداء اصبحت عندي العربيات ساعات سامة بسبب ان ما فيش اعتمادات مستردية للوكلة وللتجار الكبار اللي موجودين وللناس اللي بتفتح عنا موزك اربعة اللي هو اللي باجر عنده عامل بطاعة استيرادية وعايز تجيب عربيات لحسابه فبدأ ان ظهرت الناس اللي انت بتقول عليها ديه بقى يشتغلوا لحسابهم ايه ويجيبوا دولار بالسأل رغالي ويستوردوا بيه عربيات حسنا دي الناس اللي عايزين في الخارج حضراتك عارفوا قيمة دولار رغالي فبدأوا برضو يعنيوا نفس الاسلوب صح ان هما يجيبوا عربيات بيعوها صح هو عرضه لكن الناس اللي حالك لما الحمد لله رب العالمين الناس اللي الحكومة بدأت هتفتح فعلا اعتمادات مستندية للمصانع بتاعتنا ويتفتح استمدات للوكلة فبالتالي العربات هتبقى كتير يعني عرضه طلب لعنى الملابات تكثر على الوكيل الوكيل عايز يبيه والموازن عايز يبيه مش هبقى فيه بقى لا لا اوفر برايز ولا حاجة اقول اللي بيه حد سأل العرية من الوكيل ونفس البرهادة اللي بيجيبها عربية من برق زي بكتبه كده ويبيعها الاحساب ويبيعها التاجر والمعارض اللي تحت السلم والكلام ده ده فصوروا ان الوكيلة مش هكين يجيبوا عربيات وهم بيجيبوا عربيات بطريقتهم طيب فالنهذا الكلام ده طبعا هيتغير يعني حالك مع الوقت كل ده هيتغير لفضل من النهاردة انا بتكلم ناس من مصانع السيارات هنا في مصر بلعس يجهزونهم فعلا ويفتحونهم اعتمادات على سهل البنك على واحد والثلاثين حلو فازاي يعني هياخد الدوار بواحد والثلاثين وهيجيب بسببين ده بقى جملة مهمة جدا هستأذن ان انا استفسر عنها كويس من حضرتك يعني دلوقتي البنوك بدأت تتكلم مع الوكلة الكبار اللي عندهم مصانع تجميع في مصر عشان يتفتح الاعتماد على السعر الرسمي بتاع البنك سمع كده جميل طيب هل ده معناه ان انا هرجع تاني ابص على تطبيق كذا تطبيق كذا المشهورين الكبار الاقي السعر بتاع الوكيل هو ده اللي انا هروح اشتري بيه طبعا طبعا يفني طبعا. والن هذا فن على فكرة والله ان هذا بدأت سهلن فيه ناس بتخش شكل بساهل الوكيل 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 ده وخلاص عارفوا الن업 και ا reichtمادات التي تفتح فكله بدأ خلاص دلوقت كله بدأ للن هذا يبيع فيه شغل النهاء بتطبيق على المشهور tellingeb ان الناس خلاص بيروح بيخش وما عاجب او سفررار ما بيشتريش ان هو عارف قائز كذا ما بهيش حاجه اسمع عبر في ريز والعامين النwurf هيعمل. كده. يفشل للشركة. فيه سعر وكيل موجود. يشتري بيت. لانو الوكيل بيدي خاص للموزة بتاعه. امت اقدر ادخل للمعارض والشورومز بتاعت الوكيل? الاقي عنده السعر الرسمي قبل للتنفيذ. يعني على امت اقدر اروح للشوروم دي? واقول له السعر بكام? هيقول لي والله الرسمي المعلن عشرة جنيه. هقول له انا عايز احجزة العربية. تمام. حضر لكن الكلام ده مجرد مجرد فنلم ما هو يبتدي الاعتماد المسترد يبتدي يتفتح. ويبتدي هو يجيب البضاعة بتاعته على الاعتماد المسترد المفتوح. وليش فيه فرق سعر في الدولار بتاعه. طبعا لان هو كمان في ده فينه مهمة جدا. هو لما كان بسبعين. ويجي يعمل فاتورة بتاعته على تلاتين. الحكومة هتحزبه على كده. مش هتحزبه على السبعين. فعنده نسبة كبيرة او في الربح. ما ينفعش. المشكلة. فهو اننا عادي عايز يمشي مصبوط. اي وكيل اي صاحب مصنع. عايز يمشي مصبوط. انت هيمشي مصبوط وهي مش تلي هتبقى صح. اليوم ما يعمل الكلام. اليوم ما يستطيع الاعتماد المستند. وفعلا بدأت يا فاني بدأ البنوك. انا عادي كنت في كزا بنك. اقولي احنا فعلا بدأنا هنجاهز للخاصة المصانع. حين. خاصة المصانع. حين. هلبدأ في المصانع. وبعد كده طبعا اكيد الوكرة لازم لان الوكيل ده النظر ده وكيلة عربية. بره 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 يعني الوكيل ده انا ما بيجي كلمة عالمصنع بتاعه في اوروبا. بيلاقى بيقول له لا انت بستاخدش الكمية بتاعتك. ما دي برض بمشكلة بالنسباع. مشكلة طبع. فهو عليه حصة ليه كوتة لازم ياخدها. لان ما بياخدهاش بلد تانية. اه طبعا. يعني. يعني على بعد العيد كده. يا اوها ديك في الايام اللي جاء دي. وفعلا الاسعار في الايام الاسعار فيها لانتصدقني. الاسعار نزلت. الاسعار نزلت وينزل الانه ده في السوق هتلاقي في اسعار تاني خاص باسعار بسعر الوكيل. ويذا في سعر الوكيل بيكونوا لو عند اي معرض هيبال لك سعر الوكيل. هو بصراحة. هسabe انت قلت حاناك الناس برضو خايفة يعني التجار برضو خايفية. ايوا. انه السعر ينزل اكتر من كده. درار ينزل أكتر من كده يعني أستنى بعد العيد يعني بعد العيد ألاقي أنه خلاص كده سعر الوكيل هو السعر بتاعنا أتمنى ذلك يعني إن حصل بعد العيد كده يبقى خير وبركة أنا بشكرة جدا سادت اللواء عبدالسلام عبدالجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية سادت اللواء عبدالسلام قال حاجة مهمة جدا حاجة مهمين الأولى قال أنه هو بالفعل كعضو في الغرفة يعلم جيدا أنه الوكلة والبنوك تكلموا مع بعض وأولا كانوا الوكلة اللي بيصنعوا هنا اللي بيعملوا عربية تجميع محلي ثم الوكلاء الآخرين اللي ما بيصنعوش أنه البنوك قالت لهم هنبدأ فتحة الاعتمادات المستندية على سعر البنك تمام حتى لما أنا جيت قلتل يعني عملية نحن كده هنستنى تقريبا 45 يوم وهدي بتبقى مدة الاستيراد يعني على ما بعمل عملية الاستيرادية والعربية تجيلي على المركب وتنزل الميناء وما إليه إذلك هنقول 45 يوم أظن أخرها 60 يوم يعني بعد العيد كده هتلاقوا الدنيا هتلح لحيات ما تستعجلوش إحنا ورانا حاجة جماعة وإحنا فلوسنا كتير للدرجة دي ما تستعجلش إحنا وراناش حاجة شوف اللي معاه قرش صياد خليك بقى صياد أنت اللي معاك الفلوس خليك صياد هو عنده العربية خليها في حضنه يدفوا بعض لحد ما سعرها يبقى على الهادي وبالمزبوط وقرشك صياء صح عصام صح ملح هو إحنا مستعجلين على حاجة إحنا فلوسنا كتير لسامح الله عمر عندنا شجر ما حطينه في البلكونة بيسمر فلوس عندنا مكان طباعة بنشتغل في الغلط لسامح الله إحنا موظفين يا أبا إحنا قاعدين بتشتريش هيش سلعة أساسية بالنسبة لي وخفوا علينا بقى في المصاريف بتاعت الصيادة خفوا كتير اهدوا حبة اهدوا حبة علشان بقى في بقى شبان تانيين زي الفل بقى عندهم مراكز صيانة معتمدة وكونكتد على المصنع الأصلي في ألمانيا والمصنع الأصلي في النمسا والمصنع بتاع اليابان والمصنع بتاع كوريا فبدل ما نهجركم برضو ونروح على المراكز دي فهدوا 94 سنة ايه بقى الـ 94 سنة دي حدوتة حلوة قوي را عمسيس هو اسمه المفروض كده احنا نعرفه باسم رمسيس رمسيس التاني واحد من أهم الملوك وأكثرهم جدلا في الحضارة المصرية القديمة أنا ما بحبش كلمة فرعون دي خالص خالص في وصفها للحضارة أنا من الناس اللي مقتنعة جدا جدا وعلميا يعني إنه كلمة فرعون لا علاقة لها بالحضارة المصرية القديمة مهم بعد 94 سنة وزارة السياحة والآثار بتعلن العثور على رأس هذا الملك المهول رمسيس التاني ايه لقوها فين بقى في المينيا ايه الحدوتة ايه حكاية ال94 سنة بحث يا خبر معنا على تليفون الدكتور عدل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى أهلا بيك يا فندم أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف وأهلا باستاذ المشاهدين وسعيد جدا بالمداخلة مع حضرتك لا فندم أنا اللي أسعد بكتير بكتير أنا من الناس اللي بتحب رمسيس أو اسمه رعمسيس صح كده؟ ايه بالضبط كده ايه وصر معت راع ستر إن راع آآ راع ميس اللي هو رمسيس التاني ايوه ايه حكاية ل94 سنة دولدو يا دكتور عدل آآ الحقيقة ممكن نكون شفناها في مناطق مصر الوسطى كلها اللي هي المينيا مثلا اللي هي الأسيوت اللي هي الفيوم حاجة ضخمة جدا تفكرنا كده بشكل التمثيل في معدد الأسر ايوه فتخيل حضرتك لما أضفنا لمقصد سياحي مهم جدا وهو الأشمنين وهو المينيا آآ آآ عمصر محماري وعمصر فني جميل جدا آآ يضيف للمكان ويظهر الشكل الأصلي للمعبد بتاع رمسيس اللي مقام في مدينة الأشمنين في محافظة المينيا عظيم ايه بقى قصة الأربعة وتسعين سنة احنا بقالنا أربعة وتسعين سنة بنعمل بعثات استكشافية لهذا التمثيل العظيم آآ الحقيقة العمل في الأثار محتاج مجهود مجهود شك جدا آآ ومحتاج حظ شوية سنة 1930 جات بأسة ألمانية اشتغلت في الأشمنين واشتغلت في نفس الموقع اللي فيه المعبد بتاع رمسيس اللي هو في الأشمنين ولكن للأسف الشديد وصلت ليه الجزء السفلي قعدة التمثال فقط لغير ولم تصل ليه الجزء العلوي من التمثال آآ من حصن الطالع والحظ للفريق العمل كله اللي اشتغلوا المجلس على الرأسات ان احنا في الموسم ده آآ تحديدا في شهر فبراير آآ تم الكشف عن الجزء العلوي اللي تطابق مع أحد القعدتين اللي موجودين في الموقع حاليا وأصبح تقريبا التمثال لما يركب ويترمم بشكل جميل جدا بشكل علمي بعد دراسته وتوصيقه وحفظه وصيامته هيؤثر تقريبا لحوالي تابعة متر يعني احنا عندنا النية ان احنا نرمم ونعيد تجميع التمثال بحيث انه يبقى في هيئته الاصلية او اقرب ما يكون للهيئة الاصلية على فكرة فعلا احنا بدأنا فيه بدأنا نعمل دراسة كويسة جدا ودراسة مقارنة بدأنا نعمل توصيق وتسجيل للقطع الموجودة سواء للقعدة او سواء للجزء العلوي وان شاء الله في سبيلنا ان احنا يتعامل مشروع فايس هيعرض على اللجنة الدائمة ان شاء الله بإذن الله المرحلة القادمة بعد مواسكة اللجنة الدائمة لخطة العمل كاملة ان شاء الله يطلع للنور ويبقى حاجة عظيمة جدا تضاف لمقصد جديد من مقاصد السياحة وكترويج للمنطقة كلها وترويج للسياحة بشكل عام بس نحتفظ به في المينيا ده الحقيقة ان شاء الله بإذن الله هنحتفظ به في المينيا لازم لان على فكرة هو عنصر جنبيه عناصر تانية جميلة جدا صحيح ان شاء الله مع ترميم البازينك على فكرة البعثة شغال على اكتر من محور والمجلس اعلى القصار شغال على اكتر من محور في الاشمونين مش بس المعبد بتعرام سيس اللي هو اكتشف فيه الجزء العلم التمثال لا بالعكس في بازلكة من القرن السادس شغال ترميم فيها بشكل كويس جدا اتعاملت مرحلة مهمة جدا احنا في الاخر عايزين نظهر مدينة الاشمونين بزخامها وبتأثيرها وبقوتها الدينية في العصور الفرعونية المختلفة لشكلها القديم حاليا الوقت وتبقى مقتد يعمل رواب ويعمل نشاط للسياحة في منطقة مصر الوسطى والمينيا بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة حالة بإذن الله انا بشكرك جدا دكتور نورتني وشرفتني دكتور عادي العكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى فيه فاصل بس انا فيه عندي كده على رأي باب الله يرحمه وقل لك شاردة وردة احنا في العشر سنين اللي فاتوا من سنة 2014 اقول لك من تلاتين ستة الفين وثلاتتاشر مرنا بحاجات كتير جدا جدا انا بقول لكم الكلام ده بجد بقى من قلب يعتبرواها فطفضة احنا بدأنا من اول تلاتين ستة واحنا في حرب ضروس ضد الارهاب ادي واحد طيب وجنبنا كانت الاحداث في ليبيا مطلحقة وشديدة التوتر بل وشديدة العنف وجنبنا بيحصل كان الوضع في السودان ايضا كان سيئ والوضع في سوريا شديد الصعوبة والوضع في العراق مش بالاستقرار المطلوب طيب ده كده وضعنا كبلد حواليها توتر من كل جانب وبالتالي كان الجيش المصري واقف يعني على اهبة الاستعداد مش 24 ساعة ده لو انه اللي 24 ساعة او لو انه اليوم ينفع يبقى 48 كنت هتلاقي الجيش مفنجل عيني قد كده ومستعد قد كده طيب ده الوضع الامن بتاعنا عسكريا يعني الحدود حوالينا عاملة ازاي داخليا الشرطة المصرية هي كمان في نفس القصة مظاهرات مسلحة في كل مكان العيال زفت بتوعي الاخوان الحواديث هذه البلاية يعني طيب واحدة واحدة ادي هو شكل او هذا امر امر اخر وضع اقتصادي كنا على الله بيض احنا كنا مفيش مفيش انا بس بجيبلك من الاخر مفيش واحتياطي المركزي عمليا ما كانش فيه طيب كنا بنا كله بنشرب منين ماشي كنا بنا كله بنشرب من عند قوات المسلحة المصرية ده من الاخر من الاخر على بلاطة وخنيني بس ابقى واضح معاك ده كان الوضع الاقتصادي بدأنا نتحرك ربنا سبحانه وتعالى اراد الحمد لله والشوكل لا جفة خمط الرئيس استلم البلد على اللبيض في 2014 وضع امني خارجي حضراتكو شايفين كنتو شايفين وضع امني داخلي حضراتكو كنتو علمين ولمسين وضع اقتصادي كلنا حفظين طب كان فيه ايه وضع سياسي ما كانش مستقر نخبطة عدم وضوح رؤية ما بين اه الحركات السياسية المختلفة اليسار اصلا متخانق مع بعضه اليسار والنصريين متخانقين مع بعض اليسار والنصريين متخانقين مع الليبراليين الليبراليين ما بين النيو لبرالز وما بين الكلاسيكس متخانقين طبعا خناءة كبيرة مع الاسلاميين واللي بيحبهم واللي على جنبهم واللي مش عارف واقف على رأسهم حاجات لخمطة كده عندنا تاني اه وعندنا اخناءة كبيرة كانت مع الولايات المتحدة الامريكية عندنا اخناءة ده كل ده سياسة بقى سياسة خارجية اخناءة اكبر مع الاتحاد الاوروبي احنا كنا احنا كنا يعني وضع مؤسف هذا الرجل العظيم تولى مقاليد الحكم وهذه المسئولية التي ألقيت على عاطقه فأصعب وأحلك وأشرص مرحلة مرت بيها مصر على الأقل على الأقل من سنة 1952 الزعيم الراحل جمال عبد النصر ما تولىش مصر في ظروف بهذه الصعوبة بل بالعكس تولى الحكم في 54 والناس كلها كده كده يعني تمام احنا معاك احنا ميت فول ورب الثورة كانت قامت احنا ميت فول حاضر يا يونس الناس عايز عشان ايه ناس تبقى فاهم معاك عشان وليك احنا كنا فين وبقينا فين وضعك الاقتصادي كده السياسي كده الوضع الامني الخارجي كده الوضع الامني الداخلي كده مفيش وبدأنا نتحرك والرجل بدأ يشتغل يا دوب احنا بنشد حلنا كده هب لقينا الكورونا يوه طب بنخلص الكورونا بنشد حلنا كده لقينا الحرب الروسية الاوكرانية او الاوكرانية الروسية ازا ميت في سلاسل امداد في التصنيع في المايكرو تشيبس صناعات التقنية طيب نشد حلنا كده نلاقي فجوة التمويل والازمة وهروب او خروج ما هيش هروب خروج الهوت ماني بص الوضع اللي انا وانت بنتكلم فيه وانا وحنا بنتكلم دلوقتي بقى هو كده كده انت اقوى جيش في المنطقة بس انت دلوقتي اقوى 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 جيش في المنطقة حتى الكائن الصهيوني المحتل اللي هو العدو يعني مرعوب منك ولنا في مسألة ما مر في لادلفيا يعني حواديد ده هم اللي قالوا مش هنخش مواجهة مع مصر محش حمل مواجهة مع مصر سلام عليكم طيب على مستوى الوضع القومي العربي انت فيه ابهى واقوى واعظم وافضل اوضاعك واقف جنب فلسطين واقفة فلسطين نفسها بتحلف بيها ما شفوهاش مننا قبل كده يعني شوف بقى كل الجوالات اللي انا حكيتها لك قبل كده دي كلها يكون والواقفة بتاعت من 7 اكتوبر حتى هذه اللحظة دي حدوتة تانية انت قلبت الدنيا علشان خطر فلسطين انت انت مصر انت قلبت الدنيا علشان خطر فلسطين يبقى كده بقى السياسة الرئاسية او الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية الكلاسيكية بتاعتنا اللي هي ممثلة في وزارة الخارجية الصحافة الاعلام الشعب العظيم نفسه طيب الوضع الاقتصادي المتأزم ربنا حلها من عنده بجهد وبتخطيط وبمثابرة وبإسرار وبعمل وفقنا ربنا النهاردة فضل وعدل من عند ربنا فلوس موجود الجيش الحمد لله والشكر لله موجود الشرطة الحمد لله والشكر لله في أفضل حال الاقتصاد في أفضل حال عما سبق أنا بقولكش ان احنا هجبنا ديب من ديله لا ده احنا لسه قدامنا شغل وأشواط وان شاء الله بدل الجون هنجيب ميد جون طيب عملنا الحوار الوطني فهدأت الوتيرة والتجاذبات السياسية الداخلية ما بين الأحزاب والحركات المعارضة والمعارضة والموالاء وكل ده فهدأت الوتيرة جدا مع الحوار الوطني جدا وأصبح فيه لغة مشتركة ومساحة مشتركة وانقف في نفس دات المربع على وهو الوطنية المصرية ونختلف وجهات نظر زي ما احنا عايزين ما فيش عندي مشكلة أنا كده فل كده هذا الرجل فعلا لازم يتعمل له ألف تعظيم سلام الشكر ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا مش مختلفين بس هذا الرجل يشكر 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 دون مزايدات ودون مجملات اللي أنا بقوله منطقي عشان بس بحدش يقوله كي وزب يتطبر شفتوا الندرة دي دي ندرتي الجديدة جابها لي صاحبي هاي سمحها عجاج ايه علاقتها بالموضوع؟ ملاهاش اي علاقة ايه وزبتها بطب طب ليه؟ هو مش اللي أنا بقوله ده منطقي الحوار الوطني حصل حصل في فلوس في فلوس جماعات دخل التصنيم في الدولة حصل رقعة زرعية بتزيد حصل تصنيع بنشجعه حصل سياحة زادت؟ حصل جيش قوي الحمد لله شوطة قوية الحمد لله علاقات سياسية ما بين الأحزاب وجماعات الضغط السياسي إذا كنت تسمى كذلك الحركات المختلفة أصحاب الايديولوجيات المختلفة كله بيقعد على نفس مئدة الحوار في الحوار الوطني حصل حوار اقتصادي معمق ومكسف حصل حصل ولا ما حصلش أنا عايز واحد يقولي على حاجة في اللي أنا بقولها دي ما حصلتش الرئيس قال لنا مر الدولار ده أنا هعرف عمي أنا هعرف عحد أوقفه عند حده أوقفه عند حده قال جملة كده أنا هوقف الدولار عند حده وأنا مش هسكت وحصل وصل لبيك سبعين وهو مهبود جاي لمس أكتاف لسه ينزل تاني وارد أنا بالنسبة لي مرضي أنا خدت حق تلت ومتلت ينزل تاني ياريت فما فيش حاجة ما حصلتش يشكر ويقوي زيادة ويصبره على الجدل واللت والهبد والهري ويلا نروح فاصل علشان يونس هي سيح دمي دلوقتي بس شفتوا النظارة دي بقى دي ما نعرفش نصنعها هنا لأ نصنعها ونص إن شاء الله هنصنعها عزب السلام موسيقى أعتقد أن تحديد الفجوة ليس بسيطة ويقعها 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 الناس يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا بنبدأ من عند أصحاب الأعمال نقطة البداية والنهاية من عند الإمبليورز بندور على الإمبليورز اللي عايزين يعينوا إيهي الشغلانات اللي عندهم وإيهي السكيلسات اللي هم محتاجينها في الشباب اللي هيتوظفوا عندهم اليوم هو الثاني شغل سيتم إنتظارة لقينا عقبلا من المياه المناتظرين من المهم أن يدام لإشارة المنوعة في الحياة إنك محطمة من المحتاجين على المنازل ونحن نتخلキ تليد يقول إيهيي، لأننا نريد كم إليكما من عقبزات والديك باشيها فإذاً لنشيئ خمسكي في إمبليورز ومعوا فهم يبدو الشغل وفهم لذلك يحتوي على شغل لذلك هناك الكبور على عدد، ولكنها يمكن أن يكون قتل. ل لدينا مرحلة هنا في الاتفال يظهر أمام Working sìبتشة أفضل مات اجبتشة أو الم experiência أولاً أو المساق أو المسلم، أو المسلم أو دولي ه يظهر بأن هذا ممكن بدأنا نتحرك على الأرض بخطوات بقى إيجابية إن احنا مش بس بنطور أو بنوسع الفكر بتاع التنموي وإزاي السادة تبع نكحة ونحكي قصص النجاح لا كمان بدأنا نعمل اشتباك بقى مع الشابات ونوجد لهم فرص العمل الملأمة عملنا تواصل مع الجامعات كلها وبعتولنا الخرجين والدفعات اللي بتتخرج علشان نوجد لهم فرص عمل وده بالتعاون مع التدريب من أجل التوظيف الهدف المشاركة النهاردة إن احنا بنعلم الناس إزاي يتعاملوا مع الكروب النفسية وإزاي يتعاملوا مع كروب الحياة بصفة عامة وإن هم إزاي يبقى عندهم قدرة على الصلابة النفسية والمتالة النفسية إن هم يقدروا يشتغلوا في الظل الصروف صعبة وإن هم يخلقوا فرص شغل وفرص عمل لهم جوه البلد أي بلد في الدنيا عندها مشاكلها أي بلد في الدنيا عندها ضغوطها وكروبها كواس قدرة الإنسان على التفاعل مع هذي الكروب بطريقة صحية وبطريقة نفسية جيدة بتخليه ينجح في حياته طيب أهلا بيكم معنا أنا مش عايز أضيع وقت أنا عايز أرحب جدا 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 بكاتبنا ومؤلفنا الكبير أستاذ أنور عبد المغيث والمرة دي أستاذ أنور يتحفنا بجودر في رمضان زح حضرتك وكل سلام حالك طيب يا ربي راديك وحسن إليك يا ربي راديك وحسن إليك سعيد بلقاءك بعد سنوات طوال آه بعد سنوات طوال سعيد بلقاءك طبعا مسعيد في القناة الأولى أنا من الناس اللي مبسوطة وفرحانة بشكل الله يوصف إنه إحنا رجعنا تاني للنوع ده من الدراما اللي ممكن نسميها الدراما الألف الدراماة ألف يلا وليلا نعم عودة دراماة ألف يلا وليلا لمصر أو للشاشة المصرية معناها عودة لهذا النوع من الدراما على الشاشة العربية نعم إيه اللي خلى الأستاذ أنور يفكر في القصة دي المرة دي الأول ألف يلا وليلا نص له خلصية اعتبار في بناء الشخصية العربية وفي بناء الثقافة العربية قبل ما نتكلم عن مشروع ألف يلا وليلا المسلسل أحب أن أسدي الشكر الجزيل للمتحدة لأستاذ المتحدة لأنه الناس بتوع المتحدة يعنيهم مش بس على تطوير الدراما في مصر وإنما على أن تتقدم الدراما المصرية إلى السوق العالمي مش بس السوق العربي وبالتالي حصل نقلة نوعية ضخمة غير اللي إحنا تشوفناها في شغلنا في التلفزيون قبل كده أو في صوت القاهرة في نوعية التفكير الزهنية اللي وراء الإنتاج وفي نوعية الأدوات وفي نوعية التجهيزات إنه ما كانش ممكن نحلم قبل المتحدة بإنتاجات ضخمة زي ألف الليلة وليلة وزي الحشاشين وبالتبعية أشكر الأستاذ سعدي والأستاذ تامر مرتضة لأنهم تحمسوا لهذه النوعية من الأعمال لما قد نهلهم ياسر جلال وأنا بسمي ياسر جلال عم النجوم لخصوصية اعتبار في العلاقة بيني أنا وياسر جلال ثامث أو ثلث مسلسل نعملوا مع بعض أما ياسر جلال وهو قد كده فهين وقد كده إنسان وقد كده عينوا على الدراما وتطوير الدراما لأنه ياسر نفسه ممثل شديد التطور طبعا شديد التطور طبعا طبعا وشديد الدق جدا شديد الدق آف الليلة وليلة بقى له خصوصية اعتبار زي ما قلت لحدرك في الأول في بناء الثقافة العربية والظهنية العربية وأنا أزعم إن أنا أحد ملاك ألف ليلة وليلة بالمعنى المادي لأنه ما فيش نص ضخطه المطبعة لألف ليلة وليلة إلا بزلت الجهد في الحصول عليه أيضا فعندي مكتبة خاصة لألف ليلة وليلة لألف ليلة وليلة لألف ليلة وليلة الوحدة بين أول الطبعات غير المنقحة إلى آخر طبع طوله إلى آخر دراسات أجلية على ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة نص مش حواديد لتنضية أوقات الفراغ ألف ليلة وليلة نص مقاوم من الطراز الأول واقف عند قضاياه في حينه الزمني التاريخي واقف عند قضاياه وبيواجه بأدواته فإحنا عندنا في ألف ليلة حدوث أقطار شهريار وشهرزاد هو المأزوم بقضيته مع المرأة وهي اللي تستل من داخله المرض وبتعالجه عبر سلاح الثقافة وسلاح الحكايات وسلاح المعرفة المتراكمة والحواديد المحكية جوه ألف ليلة وليلة والحدوثة اللي من جوه حدوثة من جوه حدوثة اللي هو دي سعب بنوصل ساعات للسبح حواديد متدخلة أكثر أكثر لأنه دي إحنا عندنا الحكايات الفابيولات على ألسنة الطير والحيوان وعندنا الجن بيحكي وبيحكي بينقب خبراته وعندنا يعني المعنى إيه؟ أنه ألف ليلة وليلة نص متعدد الألسنة الكل في ألف ليلة وليلة بيحكي والحواديد تتوالت كسلاسل دون أن ينسى الراوي أنه يعمل نقاط تعالق عشان يرجع تامي وبالتالي بيستخدم تكنيك في السرد مش هتلاقيه عند كبار الأسماء اللي إحنا وقفين عندها في السرد في تطور أشكال السرد في الرواية في كذا في كذا في كذا ما يعني في ألف ليلة وليلة لأنه نص مقاوم من الطير الز الأول بمعنى إيه؟ النص الراوي الشعبي المجهول وكونه مجهول أعطاه ميزة أنه بيتعامل بحرية في إعادة بناء النص لأنه النص كان في احتفالية حوالين النص زمان لو أنت فاكر حضرتك الأهاوي اللي حوالين سيدنا الحسين كان الشعر بالربابة بيقعد يحكي والراوي الشعب بيقعد يحكي قبل ما يبقى فيه وسائل التلفزيون والبتاع والكذا والكذا كونه يتفاعل بشكل مباشر مع متلقي حاضر يقض بالنسبة له جعله يعيد صياغة النص يعيد التعاطي مع النص يعيد برمجة النص عشان يلائم هذه الزهنية أضف إلى ذلك أنه يوقف عند أهم التحديات المعرفية الصراعات المعرفية كل معرفية الدهنية قبل ما ينقلها إلى نص الرواي في زمنه وقدم لها معالجة رواية قصصية وقال فيه لو لنا مش بس كمان كنص مالتي ليرد أو متعدد الطبقات لكن كمان هو نص عبر للأزمنة فهو لم يكتب على يد شخص واحد ولم يكتب في عصر واحد فهو عبر للأزمنة وبالتالي حصل فيه تطور كثير طب أظن الأستاذ أنور كمان لديه تحدي فيما يتعلق بقيل فيه لو للا وهو تحدي نصوص وذيعة وشهدت بقلم الأستاذ طهر أبو فاشل طبق فده تحدي خوف طبق احنا عندنا التحدي اللي يخوف أكتر انه هذا النص يجابه الآن شباب اتعودوا على شغل السوشيال ميديا الشباب الكبر وعيهم في منطق ثورة الاتصالات هل نحن نمتلك في تراثنا الحكائي تراثنا الشعبي بتاع الف ليلة وليلة قدرة جاذبة لهذا اللون من الشباب على انه ينفعل بقضايا إنسانية وبقضايا سياسية وبقضايا معرفية وكذا وكذا ولا مش قادر الحدوثة لا تفقد سحرها منذ أن نجد الإنسان على ظهر بسيطة وهو يحكي والحدوثة تمثل بالنسبة له مادة جاذبة لأنها بتستجيب لي وبتستفز شيء في جبلة الإنسان شيء في خلق الإنسان وهو الشغف بالغمون والشغف بمتبع صح أول بذلك الف ليلة وليلة لعبة على هذه المسألة نحن الآن التشويق ما هو هو اللعب على منطقة الشغف لمعرفة وماذا بعد لدى الإنسان وبالتالي الف ليلة وليلة صالح زي ما حضرتك قلت لأنه متجاوز للأزمين بس مسألة في مبتدائها ومنتهاها رهينة كيفية التناول أنت بتتناول الف ليلة وليلة زي سبقنا أسات زعظام كل التقدير والتجلة لهم ويه المقارنة أمتى عاوزنا نتكلم بشكل دبلوماسي ولا نتكلم بشكل موضوعي بشكل موضوعي الشكل الدباسي حنقول لأسف زيتنا الكبار الأفاضل للعظماء قدموا ونحن ندين لهم بالفضل وتتلمذنا على أيديهم واستمتعنا بما قدموا من أعمال ولماذا لا نطور عليهم إحنا بقى بشكل موضوعي تقريبا 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 بأول ألف ليلة وليلة تلائم ألف ليلة وليلة حتتقدم حلو الكلام ده بمعنى إيه إحنا عاملين تقنية مختلفة في الكتابة عاملين الشغل اللي إحنا اشتغلنا فيه إيه خلنا الحمدوتة الإطار بسرعاتها شهر يار وشهر زاد ثم دخلنا إلى الحدوطة المحكية جودر بن عمر التاجر وأخوه والبطل الشعب الذي قدمناه في جودر بن عمر التاجر بينعكس بأخلاقه وتطوراته على ذهنية شهر يار فيسهم في علاجه من أزمته النفسية لأنه ده سلح شهر يار نفسها شهر زاد نفسها يعني شهر زاد ده أصل ألف ليلة وليلة أه طبعا شهر زاد لما جات تحكي له كانت وعيها هي بتختار إيه لأنه هي عارفة الأزمة عنده اتكونة يعني بالآخر بتعلمه الأدب بتعلمه الأدب لكن كمان بتعالجه لأنه هي مقدرة جدا أزمته إحنا عندنا صورة المرأة في ألف ليلة وليلة صورة المرأة عشان كده بقول النص ده مقاوم هتجد أزمة شهر يار تكونت من خيانة امرأة زوجت صحيح وهو عملها الراوي الشعبي عملها في مفرقة لطيفة إنه كان فيه ملك في سمرقند العجم ترك المملكة وفاو الله ترك المملكة جناع حي المملكة توزعها ابنها صح شهر يار وشه زمان وشه زمان شه زمان اشتاق لرؤية أخيه فذهب لرؤية أخيه بعد ما خرج إلى ظاهر المدينة تذكر هدية كان جايبها الأخوه رجع لها امراته في تخونه مع عبده والجوارب تحى بيقلدوها في حفلة احتفالية مجينة مع العبيد فقال يانه بيسود ده أنا ملكه على حي وأرزق وشب وكذا ويحدث راح لأخي كسيف البال حزين داخل في حالة اكتئاب شهر يار وقل له ملكه قل له لا بفيش فقال له طب تاعة نخرج في رحلة صيد تفك يعني قال له لا سبني وقعد هو في برج من أبراج القصر يشرف على الحديقة بتاعة القصر قال له أخوه طب أنا عشان حضرت رحلة الصفر رحلة الصيد فحطلع أصلا طلع شهر يار يستهد التاني قعد بيرائب من البتاع بص لأمرات أخو نفس الحكاية عيلة مبلية قوي حلو كده فرجوا هما الاتنين دخلوا في اكتئاب لما عرف الموضوع فقرروا يمشوا بلاد الله خل الله يسيبوا الملك ويسيبوا الدنيا ويسيبوا الكذا راحوا في ترحالهم قعدوا على واحة تحت نخلة تشرف على البحر فهم قعدين تحت الشجرة لقوا البحر انقلب وطلع مارد فظيئ شايل صندوق كتفه بعدين قعدت تحت الشجرة قعدت تحت الشجرة طلع من جوة الصندوق عروسها فظيئة قال لها يا عروس البحار اللي أنا اختطفتك من ليلة عرسك أنا تعبان وكده عايزة نعم على رجلك فنام على رجلها هي بتضرب عينها في الشجرة لقيتهم قتلهم انزلوا فأمرتهم بالنزول وإلا حتصح عليهم المارد وكذا وأمرتهم انه يلعبوا معها عريس وعروسة لاتا عازمة وكذا لاتا تنقيح برد حلو كده لا ده النص الاساسي مهم ولعبوش عريس وعروسة اه اه يعني وبعدين قلت لهم إلعوا الخواتم بتاعتكم قلقت خواتم الملكين لقيت طلعت سلسلة من صدرها ففيها عدد كبير من الخواتم فقالت لهم عارفينه الخواتم دي ايه عرسان دي خواتم العرسان اللي لعبوا معايا هذه اللقبة على رأس هذا الجني المارد الذي اختطفاني وكذا وكذا فقالوا انا بي سود ده جني مارد املاق حاصل في كده فما بالنا نحن ويبقى قضيت نحن اسهل وراح راجع شهريار مصاب بهذه العقدة اتى المراتو واصبح يتزوج كل ليلة وحدة ويسلمها الى مصرور السياف خلت المدينة من النساء الوزير عرض الامر على بنته بنته الكبيرة شهر الزاد قالت له انا هادخل في هزي التحدي يا اما اشفيه ويعالجه من ازمته يا اما اروح في ذاق لبنات المسلمين وبتلعب معاه المعالجة بالمعالفة المعالجة بالتشويق المعالجة به لانه يعرف طبيعة ازمته الحر فيبقى الازمة عند شهريار خلقتها امرأة والتي علجت شهريار امرأة يعني ازمة زوجة شهريار تسببت في حالة الكئابة وحالة العقدة السوداء التي خيمت على كل حياته والتي علجته امرأة في المابين تتنوع شهر الزاد في التعاطي مع قضية المرأة في مفاصل في الحكاية عشان ترد على تدني واقع المرأة في الثقافة العربية كل ده تدني ده 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 شهر الزاد علمته الادب طبع زوجته الاولى اللي تسببت في الوقدة تسببت في انه بقى قليل الادب طبع يعني الستات جوه الف ليلة وليلة انا ده اللي لاحظه طبع انا من الناس واظن زي آلاف بالملايين مفتونين طبع وفعلا عملت اكيد مش بالحجم اللي حدثتك قريته قريت تقريبا حوالي 8 نسخ مختلفة من الف ليلة وليلة طبع طبع لا الستات مفتريين جدا في الف ليلة وليلة طبع جدا ليه بقى لانه زي انا قلت الحرك في البداية انه الناس مقاون حتجد كل الخيانات في الف ليلة وليلة بن ملكة وعبد بن ملكة وعبد لما تتكرر بوتيف معين او حكاية معينة نبقى احنا امام دلالة الراوب يركز عليها العبد في مؤخرة سلم التراتبية الاجتماعية في وقته والمرأة وضع متدامي فهذين العنصرين الضعيفين تآمر لمواجهة البطولة الذكورية الممثلة في الملك وقد ينظر إليها بمنظور تاني انهم هماش عنصرين ضعيفين هي انه في حالة من حالات يعني تعمد الاساءة لهذا السلطان او هذا الملك او هذا الامير او هذا التجر الغني التعمد وكسر نفسه وانهم يدوسوا عليه سفلتو لاتنين قد يكون ده بسبب معاملة خشل اماه وارد يعني ان هذا التاجر يعامل هذا الرجل اللي للأسف الشديد اصبح يعني مباعا لا الاضحة ما عادتش هذا التاجر بالثقافة الثقافة من الكورية طب اصبح تنتعمه دينا وهي ثقافة ثقرية جدا طب طب طيب انه طبعا قعد مركز جدا في الحكي طب وكلنا روحنا على الحدود طب وطبعا حتى سحبتنا بعيد عن جودة جودر ابن وارد تاجر جودر في الف ليلا وليلا احنا بنتعطى مع البطل الشعبي اعاو حاصل خلط اولي لدى كثرة كثيرة من الناس بين البطل الشعبي وبطل الاكشن صحيح انه اللي بيدربوا وبيعمل ده بطل شعبي ولا له علاقة بالبطل الشعبي يعني عمينا واستاذنا فريد شاوئي في كل افلامه مش بطل شعبي اه المسلسلات الاكشن التي تقدم ولا ليها علاقة ولا شمت رائحة البطل الشعبي البطل الشعبي في الميولة قصة لازم ينصف المظلومين لا انا حتى ممكن ينصف المظلومين في اطار ضيق البطل الشعبي ابتداء ان حامل قضية شريفة تهم لحظته التاريخية او الانسانية جمعا زي علي الزيبق علي الزيبق كان قضية سقر مع البليلة المحتلة وبنتها زينب وكذا 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 فعلي الزيبق لم يخرج عن كونه حرفوش في الف ليلة وليلة المناس تناولت علي الزيبق فحملت عليه رؤية مختلفة ده موضوع مختلفة موضوع اخ لكن البطل الشعبي دائما دائما معني بطرح شريف بقضية شريفة تخص لحظة يعني خارج عن اطار شواغله الشخصية او صراعاته من اجل مصلحته الشخصية المباشرة نحو قضية شريفة تهم لحظته التاريخية او تهم الانسانية باسرها كانت ايه قضية جودر انا مش عارف التفاصيل وعارف ولو انا طلبت التفاصيل هتتوهني لا لا احنا عندنا حكيم اسمه الحكيم الشماردل حكيم مصري قديم اسمه الحكيم الشماردل الاول احنا خدنا خدنا من جودر ابن عمر التاجر واخويه عظم الحكاية ثم انا دخلت في حوار مع مبدع الف ليلة وليلة نفسه يعني كان فيه صراع شرس بيني وبين مبدع الف ليلة وليلة انني مارست نفس الحق الذي برسه الراوي الشعبي في بناء العالم فبنيت عالما خدت من الف ليلة من حكاية جودر ابن عمر التاجر العضم الصراع الصراع اللي في الحدوتة الى افق اخر يهم لحظة مرة هنا عبر ايه انه فيه حكيم اسمه الشماردل توصل نتيجة علمه الى امتلاك اربع كنوز كل واحدة فيها كفيرة بتغيير وجه العالم كلها اسلحة فتاكة كلها ادوات مخابراتية متقدمة جدا كلها كذا كلها كذا كلها كذا ويهدى صراع اللحظة الراهن اللي حيفضل صراع الانسانية بشكل او باخ جودر الراجل الحكيم لما حس بدونه اجله انه فيه قوى شرية لتسعى الامتلاك هذه الحكاية لجأ الى علمه الروحاني وإلى كذا فألف اسم من خياله واعطاه قران فلكي من خياله وجعل عليه رصد لحماية هذه الكنوز يتصادف بالامر المقدر الالهي انه يولد حد يحمل هذا الاسم في نفس القران اللي الحكيم الشمردل الحكيم الشمردل ده مات من هذا الشخص هو جودر اللي قبل ما جيء للدنيا منعقد عليه قضية استخراج الكنوز الاول ثم في تطور الاحداث حمايتها في مواجهة القوى التي تسعى لامتلاك هذه الادوات عشان تفتك بالعالم في واحد من الكنوز يبقى في قاعة البحر الاربعة الاربعة في قاعة البحر عشان كده ياسر وإحنا بنتكلم دلوقتي ربنا يعني يخليه يقوم بهذه المشاهد بمنتغى السلامة هو دلوقتي ياسر في قاعة البحر في البحر دلوقتي حاليا وإحنا بنتكلم وإحنا بنتكلم دلوقتي ياسر جلال شوف الدنيا برد والدنيا كذا وكذا ياسر جلال في البحر دلوقتي اتصام في البحر دلوقتي في مشاهد قال لي كان نفسي أطلع من الأستاذ يوسف ده حبيبي أحبه جدا 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 أحبه جدا واحترمه جدا 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 هو كمان بيحبك وبقدرك فإذا ياسر دلوقتي بيستخرج الكنوز أيوة وحتى قلتيني أنه هو بيقوم دلوقتي بأخطر مشاهد في المسلسل أه طبعا طبعا بأخطر مشاهد المسلسل لألإطلاق المتحدة كمان وأرومة ساستامر مرتضم دول حرف صحبي وحبيبي دول حرفجية الجرافيكس في المنطقة العربية ويمكن في العالم التالي مش أرومة؟ فحطين عاملين شغل فيه وصرفين الأستاذ سعدي والأستاذ تامر مرتضى باعتبارهم هم المنتجين المباشرين عاملين صرف وراء الخيال موفرين لبن العصفور هذا المسلسل لا نحن في الانتاءة أنا بشتغل في الصنع دي من مزيد على 30 سنة يعني أول مسلسل قدمته في التلفزيون أعمل مونيرة تكلمنا فيه عن الحشاشين وعام تغيرات الإرهاب والكذا 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 لم نعهد هذا اللون من الانتاج السخي الفاهم أنا اشتغلت مع سعدي من 20 سنة نعم شو بقى زمن جدا طب من بداية معرفتي بسعدي حتى هذه اللحظة سعدي أحسن واحد في الدنيا لا يبخل على العمل بفلوس طبع طبع وأكتر واحد في الدنيا يحط إيده في كل التفاصيل آه طبعا ونمكي ودقيق وموسوس طبعا تامر يعني سعي طبعا أكبر مننا شوي أنا وتامر مرتضى تامر فعلا مخ ده قال لي في أول لقاء بإنا لما جيت من فرنسا على هزا ما أنا اللي جابني من فرنسا هزا الناس ألف ليلا وليلا ياسر جالج قال الفاسي يالله بقي انزل فار egentب حامل أمتناعتي وجاي عشان نعمل ألف ليلا وليلا في أول لقاء مع الأستاذ تامر قال لي أنا هقول لك على حكايا أنا عايز ولادي تفرجوا على آلف ليلا يلا صاح بص الجملة عاملة cantidad صاح أنا عايز ولادي تفرجوا على آلف ليلا وليلا دي ده قوة دفعة لا تخطر لك في بال انه عاوز ولاده يتفرجوا على الف ليلا وليلا ومستعد ليه الانفاق على هذا العمل قدر ما ياسر قال لي وانا بسمي ياسر عم النجوم يعني لانه بقولك ده خمس ست مسلسلات مع بعضين قال لي انا في مرة بصور في الفيوم ومش عارف ايه فاتصلت بالاستاذ سعدي عشان حاجة قال لي في لا وقت لقيته جنبي في الفيوم لا حييت عشان يزلل اي عقبة وعشان يعمل ايه ده حقيقي انا معرفتي بسعدي وانا عشرين سنة انا عارف انه يعمل وتامر انا دايما 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 انشهاتي مجروحة الحقيقة في تامر بس بمونتها الامانة يعني تامر ده فز طبعا فز نقلة مخيفة في تكنولوجيا الجرافيكس وتنفيذه في مصر وفي العالم العربي كلنا نقلة مخيفة تامر ده لا يقل الحقيقة في حرفيته وفي دقته وفي العمل عن ادخل الناس بتعمل جرافيكس في الدنيا حقيقي ايه يا استاذ ده وراني شوف هو بيحلم من الف ليلة وليلة من 15 سنة وراني الاعلان بتاع البتاع وبعدين بقوله ده شغل قال لي ده شغل لنا من 14 سنة اعتبر مزهل اعنا هنعمل في 1000 ليلة وليلة بفارق تطور مدته 14 سنة انا مش عارف اقولك ايه انا مبسوط جدا 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 بانك رجعت من فرنسا يا رب يرديكو يا سيدك وكتبت لنا السنة دي المسلسل الحلو ده يا رب يرديكو يا سيدك لانا متأكد ان هو حلو من قبل ما احنا هنشوفه يا رب يرديكو يا سيدك لانه كل عناصره حلوة طبعا حضرتك الانتاج الاخراج ياسر طبعا كل حاجات تأتيحه طبعا 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 كل الكسر هيككل زي الفل طبعا نورتني وشرفتني بجد يا رب يسيدكو واحنا طبعا كلنا هنقعد قدام المسلسل نتأتي الحلقة بالتمام والكمال هنتفرج عليهم يا رب يباركو ورمضان كريم الله اكرب شكر يا رب يسيدكو كل الشكر دي قصص انوار كل الشكر لكاتبنا ومؤلفنا الكبير لو سيد انوار عبد المغيث في حديث حول مسلسل جودر بن عمر وأخويه هنروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل فورا يكون موجود معنا مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بعد إذنكم استنونا طيب أهلا وسهلا بحضراتك وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر من ورنا مولانا رمضان كريم مقارن بارك الله فيكم وأعداه الله على الجميع بخير طيب رمضان شهر العبادة شهر القرآن والصيام نعم هل نقدر نقول إنه الصيام ليه مبادئ أولية ليه أسس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصمه والصلاة والسلام على سيد الصائمين سيدنا محمد بن عبد الله القائل ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له رضي الله تبارك وتعالى عن السابقين من الصحابة وآل البيت وأزواج النبي والخلفاء الراشدين المهديين أجمعين وأولياء الله الصالحين وبعد آآ بادئ زي بدء يمكن من الاقتران بالقاف الطيب في هذا العام إن يوم الاسنين القادم مثل اليوم بإذن الله تعالى سيكون غرة شهر رمضان بداية الصيام للمسلمين ونفس اليوم 11 مارس القادم يوم الاسنين بداية الصوم الكبير لأهل الكتاب إخوتنا المسيحيين الله أكبر فهذا الاختران اختران محبب ونسأل الله تعالى أن يعين الجميع على ابتغاء مرضات الله يعني إحنا الاتنين نبدأ الصيام سوي نعم نحن المسلمين عندنا صيام الشهر رمضان المبارك عاده الله على الجميع بالخير وإخوتنا المسيحيين هي عندهم بداية الصوم الكبير هو نفس اليوم لازم نلحق لأن أنا متى صاحبي عزمني على الغدى فلازم نلحق الغدى ناوهو قبل ما هو يبدأ صيام ونبدأ صيام إن شاء الله هل أخذها غدى ولا افترها متى مش عاية البصر ربنا كريم أما عن المبادئ الأولية للصيام بادئ زيبيد حضرتك لما بتكون مدعو إلى حفل أو أنت داعي ضيوف إلى منزلك سواء أنت داعي أو المدعو بتكون في أبها حلة فعلا إذن أبها حلة أننا نستقبل رمضان بالتوبة والإنابة والاستغفار لله عز وجل لأن رمضان بداية عام جديد للأعمال الصالحة وغيرها لأن إذا كان شعبان ترفع فيه الأعمال معناه أن السجل للعام المنتهي بالنسبة للأعمال هيبقى شعبان الذي ترفع فيه الأعمال يعني إذن بتعبير آخر يبقى شهر رمضان بداية عام جديد للأعمال الصالحات وغيرها نسأل الله أن يوفقنا في ذلك الأمر الآخر يمكن طبعا بنستبق الأحداث لكن ضروري ننبه الناس أول حاجة استقل علم من أهل العلم رجائي لأن هيظهر بقى يعني طيور الظلام والخفافيش والمتطفلون ويعني هتظهر على السوشال ميديا وعلى الفوضى الإفتائية لكن لابد أن نرجع إلى من أمرنا الله بالرجوع إليهم فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر يحصرون في الأزهر الشريف فقط رجاء وأقول لعموم المسلمين فأول مسألة حتى لا يسيرون بلبلة أنت عارف هما في مدرسة المشاربين كل ما يجي موسم أو مناسبة خالف تعرف وحرام وكفر وشرك وبيدعا والكلام اللي الناس يعني استوت منه وأنا شو أروح لشخص غير مجازلي الإجازة من الأزهر الشريف الشهادة من الأزهر الشريف يبقى أنا أروح للأزاهرة أهو بقى شو بقى يعني لسه ما فيش إحنا على بعد أيام من تحويل القبلة ولا تنص من الشعبين المدرسة إياها قالوا ده بضعاء ومنكر وقبل كده قالوا الإسراء والمعراج منكر وقبل كده المولد النبي قالوا عليه منكر وقبل كده قالوا على الهجرة منكر يعني مش عارف هم عايزين يأكلوا عيش بس للأسف مش على حساب الإسلام خليني بقى في اللي أنا عايز أنبع أساسيات الصيام أول شيء النية قال الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الأنعم قل إن صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال في سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال في سورة البيينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وصح على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى طيب النية بقى هننوي إيه طيب ممكن قبل ما تقولي ننوي إيه نعم أروح لفصل سريع جدا فارجع النية أنوي إيه نروح للفصل وهنرجع أهلا 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 بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وقلنا النية أنوي إيه الركن الركين في أي عبادة في الإسلام النية طيب هننوي إيه ربنا يبارك فيك أنا هنا هاختار مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ومن وافقه أننا إن شاء الله عز وجل بالحساب الفلكة وهو أصبح يقيني حتى لا يزيد أحد يوم الأحد بإذن الله تعالى هيثبت دخول شهر رمضان يبقى يوم الإثنين اللي هو مثل اليوم هيكون أول أيام شهر رمضان بإذن الله عز وجل يبقى يوم الحد عاقب صلاة المغرب وبعد بيان فضيلة المفتي الرجل الزاهد العالم فضيلة الأستاذ الدكتور شوك علام يعني أنا أفخر بهذه الشخصية الحقيقة يعني فهيظهر البيان بإذن الله تعالى يبقى هنا هنانوي بقى إيه هنانوي كما قال الإمام مالك رضي الله عنه نية واحدة للشهر كله نويته اليوم شهر رمضان بالظبط ليه بقى الإمام مالك ليه دليل كده جميل قال أنت لما بتجي تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشة أو الصبح الظهر مثلا أربع ركعات أنت بتنوي أربع نيات ولا هي نية واحدة في أول العبادة هي نية واحدة في أول العبادة يبقى احنا هننوي نية إجمالية اللهم إني نويته صيام شهر رمضان تمام إيمانا واحتسابا لك يا الله فأعني وتقبل مني نفرض بقى أنت جيت في ليلة من الليالي وغفلت أو نمت ولم تستيقظ إلا في الصبح لأي اعتبار خلاص انت نويت في أوله خلاص انت نويت في أوله إنما لو قلنا كما قال بعض المذاب لا 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 الاحترام من ميزة الأزهر أنه ما عندهش أحديث الفكر صح ما هو اللي احنا بنعاني منه في الخطاب الديني أحديث الفكر الأزهر عنده تنوع فكري لا ينكفع على مذهب بعينه ولا يقول إن الإسلام يحصر في هذا المذهب أو هذا الاتجاه خدت بالحضرتك فإنت النهاردة يعني الآن مثلا معنا مذهب الشفع أقول لك مثلا تجديد النية لكل ليلة طيب يا أخي نفرض لأي عرض من العوارض إنسان لم يجدد النية نام خد مرقد خد حقنة أنا بقول لك لأي اعتبار مشاغل ملاهيات يبقى إذن هيبطل صومه لكن أنا أخذ باليسير لأن في ملحظة يا أستاذ يوسف إن في موضعين في القرآن الكريم ربنا رفع الحرج عن الناس اختار الله آيات الصيام ليقول فيها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جات في آية الايه الصيام وفي صورة الحج وما جعل عليكم في الدين من ايه من حرج وفي التكاليف عامة في خواتم صورة البقرة هيبقى هنا ايه ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه لها ما كسبت وعليها ما كتشفت الانتقاء يعني لم يأتي كده فالمقصد الأساس القويم اللي أنا أغتنم فيه هذا اللقاء قبل أن يهل علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات للعالم بأسره لمسلمي والغير مسلمي ألا وهو أنه قلت نية واحدة عزيمة قلبية كافية للشهر كله هاي هاي استجدد وافتكرت بعد أزان المغرب جدد تمام أما نأتي بقى ربنا يبارك فيك إخلاص الصيام إخلاص الصيام يعني أنا أنشد الناس العبادة مع المعاملة مع السلوك هو دا الإسلام إيمان وإسلام وإحسان عبادة وعبودية وعبودة لله عز وجل فما يجيش واحد النهار دا يصوم أيوه يحافظ على المفتر على اكتناب المفترات من طلوع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس لكن لا يحتكر السلع لا يرفع الأسعار لا يغش لا يسرق يبقى صايم الزعب لأن بقى هقول الحديث لو أنه ما كنش عايزة أختم به رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فصوموا صوما حقيقيا وفقنا الله لهذا الصيام وكل عام والجميع في خير وسلام اللهم أمين اللهم بلغنا من رمضان ونشوفك بقى كده في رمضان يا مولان إن شاء الله على خير بإذن الله بإذن الله كل سنة وحاولتك طيب وكل الشكر طبعا لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلصت حلقتنا كده أنا وكريم صايمين مع بعض يوم الاتنين اللي جاي يا بختنا جميعا بأن احنا أبناء هذا الوطن الواحد خلصت الحلقة الحد كده لكن الكلام نسا ما خلصش بكرا إن شاء الله لو كان لنا العمر نتقابل معاكم في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات